أشهد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك بالدعم الأمريكي الثابت للحكومة اليمنية ومواقفها الواضحة المساند لوحدة وسلامة أراضي اليمن وكذا مواقفها الحازمة تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة عموما برعاة وتمويل مشاريع وميليشيا طائفية في بعض الدول العربية أكد رئيس الوزراء أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة وأن الشعب اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرار من أي وقت مضى على استكمال جهود السعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي الإيراني جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كيلستوفر هنزل حيث جرى تبادل وجهة النظر إزاء عدد من المسجدات على الساحة الوطنية كما تم تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف إضافة إلى اتفاق الرياض والموقف الدولي الداعم لتنفيذه بما يضمن تسريع استكمال استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني واستعرض الدكتور معين عبد الملك الأولويات الماثلة على ضوء اتفاق الرياض والإسناد الدولي المطروب لدعم التنفيذ بما يحقق تطلعات اليمنيين في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المنشود مشيرا إلى ما تبديه الحكومة من حرصا على إحلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاثة المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا مقابل استمرار ميليشيا الحوث الانقلابية في التصعيد العسكري بإعاز من داعميها في طهران وأشدد رئيس الزراع على أن استمرار النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوث الانقلابية وإطالة أمد الحرب في اليمن وتعميق المأساة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها هي الأسوأ في العالم يتطلب موقفا دوليا حازما لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيا الانقلابية بدوره هنأ السفير الأمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق الرياض وهو ما يماهد الطريقة لتمكين الحكومة من أداء دورها وتلبية تطلعات المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة وأشهر إلى أن الاتفاق خطوة هامة باتجاه إحلال السلام والاستقرار وعبر عن استعداد الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده كما أكد على متانة العلاقات الثنائية وحرص الولايات المتحدة على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء النسبة حارثة ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماجة